اخوتي واخواتي ضعني اعطي بعض التوضحات غضب الله هو جزء لا يتجزأ من كلمة الله هو تعليم كتابي يسري في جميع صفحات الكتاب المقدس من العهد القديم الى اخر سفر سفر الرؤية بيتكلم ويظهر التوازن بين الصفات الالهية فلا نستطيع ان نتحدث عن عدالة الله بدون ان نتحدث عن محبة الله لا نستطيع ان نتكلم عن قداسة وبر الله بدون ما نتكلم ايضا عن يعني رحمة الله لا نستطيع ان نتكلم عن غضب الله الغضب الالهي بدون ما نتكلم عن المحبة الالهية اللي ان انكرناها تظهر بالعكس غضب الله لانه محبة الله مقدمة للجميع فاذا هذا الغضب بيظهر التوازن في صفات الله وهذا الغضب احبائي ليس غضب مزاجي فالكتاب يقول لا تغضبوا مثلا بيتكلم للانسان بيتكلم عن مشاعر تثار بقوة بنار بتغلي في داخل الانسان كبركانه بتخرج هذا ليس الله الله عنده توازن في الصفات وانه غضب الله ليس مزاجيا بحسب مزاج الله مثل الهة اوليمبوس في اثينا او في اليونان لو كان غضب الله مزاجي لكلنا هلكنا لانه واضح ان الكتاب بيقول اذ الجميع اخطأوا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فاذا غضب الله ليس مزاجيا